إذن مأساة حقيقية وكارثية صحى المغرب اليوم على خبر وقوعها في طنطان هذه الآفة الحقيقية حوادث السير تكبد البلاد خسائر تقدر بملايير الدراهم سنويا ولها تأثيرات كبرى اجتماعيا واقتصاديا لتحليل الوضع ينضم إلينا الآن في الأستاذ أبعزيز الرماني خبيرنا في الاقتصاد الاجتماعي مساء الخير أستاذي السعب بداية كيف تعلق على هذه الكارثة التي حصلت في طنطان صباح اليوم في البداية من طبيعة الحالة مع مشاعر الحزن والمواساة التي يعيشها المغربة جميع من هذا المنبر هذا كان تقدمه بتعزي لكل أسر أسر الضحايا اللي فقدناهم واللي فيهم واحد الرأس مالي بشري رأس مال بشري مهم فيهم أطفال أبرياء فيهم شباب واعد وفيهم أفراد كان المغرب أيضا كيعول عليهم في بناء اقتصاده ومجتمعه في هذه الفئة وإن كانت العينة يعني 40 أو 34 أرقام لا زالت مواد حش فمن طبع الحال المأساة كبيرة جدا أما بخصوص المسؤولية اللي متروحة الآن في الوضع ما المسؤول يعني؟ المسؤول والأسباب الحقيقية وراء هذا الحدث لحد الآن لم تتضح ما هي الأسباب الحقيقية وذا المواقع التواصل الاجتماعي تعج بالأنباء الكثيرة وغير مضبوطة ربما طبعا نسي عبدالله التحقيق هو اللي غير يعطي النتائج ما هي الأسباب الحقيقية لهذه المأساة الكبيرة جدا لكن كما قال خطيب الجمعة الآن أمام أندار جالة الملك في صلة الجمعة فالإنسان هو في عمق المسؤولية في مركز المسؤولية سواء كان هذا الإنسان سائق سواء كان هذا الإنسان مسؤول عن الجودة سواء جودة العربات أو جودة الطرق أو غير ذلك إذن إنسان موجود في عمق المشكلة ليس هناك يعني شيء جاء من الخيال أو من الفضاء حتى نبعد المسؤولية عن الحقيقة التي نحن أمامها هؤلاء الأطفال الأبرياء قدموا كقرابين أستغفر الله العلي العظيم للنار لتلهمهم بسبب شيء من الجشع أحياناً بسبب عدم الجودة أيضاً في بعض الأشياء سواء كانت عربات سواء كانت سياقة سواء كانت طرق سواء غير ذلك يعني أرواح البشر لا تسوي شيئاً لهؤلاء النارس هؤلاء البشر هم دايماً هؤلاء الأطفال اللي عمرهم بين 14 و 8 ديال السنين يدعون من أمامك وهم في ليقتهم ومفتوحين على المستقبل فمن طبع الحال المأساة ليست مأساة عائلتهم فقط مأساة كل مغرب صورة المغرب الآن تعم كل القنوات الفضائية وكل مواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام على المستوى العالمي هي صورة من طبع الحال تحبطنا هي صورة تخجلنا هي صورة تخجلنا اجتماعياً هي صورة تخجلنا إنسانياً هي صورة تخجلنا اقتصادياً بالحال لما كانت تكلموا عن الضغط اللي موجود الآن عن حوادث سير هالأرقام ليست مهما يقال بأنها تراجعت الوراء طبعاً لما كنا كانت تحدثوا قبل على 4 ألاف والزيادة ديال الوفاية حتى الـ 4 ألاف وخمسة الآن كانت تحدثوا على 2300 مهما هذا الرقم رأي كبير بالزاف لأنه بحالك تقولك يتوفوه يومياً في المغرب بسبب حوادث شير 12 واحد لكن مش هادة والمشكل فقط بل أرقام ما كتبانش الأزمة كبيرة جداً يعني هي الطرق كما قلت تحصد يومياً قتل وجرحه والأرقام صادمة وحوادث يعني بهذا الشكل الرهيب تدعونا لنسائل لنسائل أنفسنا أولاً ولنسائل منظومة سير بكثير من الوعي والشجاعة هل نحن فعلاً يعني نعالج نعالج الخلل نحن كسائقين ونحن كقائمين على هذا القطاع المبكي صراحةً لأن المسئولية هي مسئولية مشتركة طرف السيد عبدالله لم تكن تحطي على حادثة كيف لم تكن حادثة سير إما قتلات وإما أعطبات يعني ثبات عجز أو إعاقة لشخص ما كيف ما كان يعني أنا كان نتحدث هكذا بالمطلق عندها تأثير نفسي خطير مش على شخص ذلك اللي تثبت له الإعاقة أو للعجز على أسرة كاملة كان كيعيلها هذا الشخص أو كان موجود فيها يعني الآثار الإنسانية والبشرية كبيرة جدا التكاليف الاقتصادية سواء كانت مباشرة يعني بالتكاليف اللي كان قوم بها في العلاجات في العمليات الجراحية في الإسعاف في غير ذلك الطبية في الآثار ما تتلفوا حواديث سير من مصالح عمومية من طرق من غير ذلك هذه مباشرة أيضا لكن من تأمينات لأن التأمين أيضا في أموال تضخ بسبب حواديث سير هناك أيضا العنصر البشري الذي يضيع منا والذي يترك وراءه ما تظنش سعود الله أنه 35 ولا 36 ولا 37 لحسب الأرقام دي الحديث سير دي الحافلة اليوم هما فقط المعنيين رعشرات العائلات من خلفهم أصيبوا بأزمة نفسية يجب أن يخضعوا العلاج النفسي لأنه ضربة وعنيفة جدا على الأنفس لا الأمهات ولا الأباء ولا الأسر الواسعة أيضا لما يتصاب شخص بعز كان يقعي الأسرة ديها أو غير ذلك فهذا عائق اقتصادي كبير يتسبب فيه بالنسبة لأسرة ويرجع المجتمع دينا ليتوق نحو النمو إلى الأمام لا ننسوش بأن الميزانية يخص منها جوز في المياه لحواديث سير ولكن لا ننسوش رأى 15 مليار ديالة الدرهم يتمشي منها إذا كان العالم يتمشي منه 800 مليار دولار فالمغرب يتضيع منه 15 مليار ديال دولار لا ننسوش هذا بلا ما تحدث أنه إلا كانت هذه الشاحنة اللي ضربت تحقيقات ما زالت مظهراتش ما كانت تكلمش هكذا لكن حسب ما ورد في الواقع أنها قد تكون محملة بخزانين يعني سهريجين إذا كان هذا الأمر حقيق فالكاريتة ليست كاريتة وحدة كاريتتين كاريتة للمراقبة كاريتة للجودة كاريتة لليقادة إذن كأننا سلمنا أبنائنا كأننا سلمنا هؤلاء الأبناء كأن الفساد والجشع هو الذي سلمهم للنيران لتلهمهم أو لتلتهي ما معه نعود لحادث السير ألا ترى أن المغرب لم يستطع لحد الآن يعني مواجهة هذه الآفة رغم كثرة الخطط والاستراتيجيات هل يمكن القول أننا فشلنا في هذا؟ كل استراتيجيات اللي كانت كتوضع في المغرب هي استراتيجيات كتعتمد على التحسيس وعلى التواصل وعلى التوعية طبعا للأصل في العمل أننا نرى متأخرين كنا في البنية التحتية هذه عشر سنين اللي بدينا كنهدو نرى كنا إلى قرن نروسنا بالجزائر وتوسلي في جنابنا كنا متأخرين والأرقام موجودة من طبيعة الحال كنا متأخرين في الخريطة الطرقية الموجودة في المغرب في الشبكة الطرقية الموجودة في المغرب أيضا لازم نمت أخرين في الهشاشة أنا أقول لك واحد النقطة الآن لما كنت خرج من الرباط وجايل هنا غير على قنطرة أبو رقراك يعني في العاصمة دي المغرب الحفر الموجودة في يعني الطريق يعني الذي يربطي اللي كيمشي نحو الطريق السيارة يعني هو طريق مزدوج أيضا وفوق بورقراك يعني نحو بحل غديل سلة جديدة الحفر الموجودة لا تؤدي إلى يمكن أن تؤدي إلى أكثر من حديثة السيارة بالليل خاصة حفر في طريق رئيسي وشريان الربط ما بين شمال المغرب وجنوبي هذا الآن وانا كنت أتحدث أراهم موجودين مثل هذه البنية تحتية الهشة تسبب لأن حتى نحمل الصائقين كل ما يجري يجب أن نحمل أيضا المسؤولين فيما يجري يجب أن نعود إلى الواقع أنا قلت أن الإنسان هو في عمق الأزمة والإنسان لما أتحدث عنه هو فيما يخص الجودة فيما يخص الجشع فيما يخص عدم جودة عفوا فيما يخص الجشع فيما يخص الفساد محاربة الفساد هي التي يجب أن نعتمدها في خطتنا الأستراتيجية المتعلقة بمحاربة حواديث سير محاربة الفساد محاربة الجشع المراقبة اليقدة محاربة التهريب لأننا نطرحه هذه كارثة إذا كان الأمر يتعلق بتهريب اللي الآن يحرق أبنائنا التهريب كي يخلخل العقول دي الأبنائنا اللي كي يجي من الجزائر سواء تعلق الأمر بالمخدرات سواء تعلق الأمر بهذه الأقراص المهلويسة سواء الآن البنزين يصبح كي يحرق أبنائنا لا فرق بين بالحادثة اللي وقعت اليوم والحادثة اللي وقعت ديالطيارة اللي تتعزي عليها العالم كامل في فرنسا علشة شنو الفرق لأن لما كان كي يدير قسيتوك يموت 100% تقريبا نسبة 85% 90% كتر ربما 95% من ركاب هذه الحافلة توفوا بلا ما نقول أنها دروع للسائقين بجوج إذن هذه حادثة الطائرة بحالي نزلت طائرة من سما يعني كانت رحفها بزافة القضايا من طبعا بلا ما نتكلم على تهور في السياقة لأن أيضا مسؤولية السائقين تكون هنا حاضرة لكن أيضا أتحتت على الفساد الفساد الذي سلم هؤلاء الأبناء اللي هما أبرياء كل طفل منهم بارئ كي يبقى أن الزمن القامل اللي كان عيشوه ماشي زمان الصهر الجدي على الجودة وأتمنى أن التحقيق اللي غير تفتح يفض الضرب على أيدي إذا كنت هناك أيدي دين عدم المراقبة دين عدم اليقادة دين الرشوة التي تفسدنا وتفسد مجتمعنا وتفسد طرقنا وتفسد سائقينا وتفسد مراقبتنا وتفسد أمننا وتهدد أمننا الداخلي وتهدد استقرارنا الاجتماعي انتظار معرفة نتائج التحقيق بشكل سريع ما هي بالضبط لخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب فيها حوادث السير كثيرا الخسائر كما قلت لما كانت تحتو في الميزانية كما قلت الآن على جوج في المياه اللي كانت تحدث المحاربة هذه الحوادث هناك أيضا أرقام لا توقف فقط بـ 15 مليار الدرهم اللي كانت تحتو عليها انعكاسات كثيرة جدا غير مباشرة لأنه لما توقع حادي تسير يتحرك إسعاف يتحرك إطفاء تتحرك مستشفيات يتحرك علاجات تتحرك عمليات جراحية يتحرك تأمين كما قلت تأمين كبير جدا أحيانا خصوصا بحل حفلة وغير ذلك أيضا هناك انعكاسات اقتصادية غير مباشرة لما كتصاب أسر كتنكب أبنائها سواء اللي كانوا يسهروا عليها غضاء أو أبائها اللي كيسهروا عليها اليوم فهذه أزمة كبيرة إضافة إلى انعكاسات النفسية لأنه لما كيتصاب شي شخص في حدي تتسير بإعاقة أو بعجز أو بمرض نفسي مزمين فمعناه أنه كان كيساعد على تنمية محيطه كان كيساعد على تنمية بلاده كان كيعيل أسرته وكيضع من أمامهم إلا أنه يصبح عاجز عن أداء مهمته الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعي كارثة وطنية بكافة المقاياس كبير جدا أستاذ أبنزيز الرومان الخبير في الاقتصاد الاجتماعي كنت ضيفنا اليوم أشكرك جزيلة الشكر